السلام عليكم اشترككم كل عدة وصفة جديدة وصفتنا اليوم ستكون جيدة وصفتنا ستكون جيدة وصفتنا ستكون كاكا بالبوفريوة ستكون كما ترى هم المكونات سنستحق ثلاثة بيضات بحرارة الغرفة 150 مليلتر زيت نباتي سنستحق عليه 200 مليلتر حليب 150 جرام سكر 200 جرام فرينة 100 جرام بوفريوة مرحية بالباهي 50 جرام البوفريوة المدشة ستكون قليلا واحدة سكر فاني واحدة خميرة متعجدت كما ترى اول حاجة نضع كمية العظام بالنسبة للكيكا وكما ترى في المكونات بالنسبة للمكونات المكونات التي استعملتها لا تحب بالجرام و بالمليلتر كما ترى نضع جيدة 30 جرام 30 جرام 30 جرام 50 جرام وكما ترى نضع جرام سكر فاني وكما ترى سكر فاني وكما ترى لما ترى بفوية العادية وكما ترى سكر بكونات كما ترى كما ترى كما تشوفوا بعد ما خلط السوائل بالباهي مع بعضهم نضيف الفارينة وخميرة الجاتو بالنسبة لخميرة الجاتو استعملت الوزن 20 جرام أو كنتما كان عندكم الخميرة التي تكون فيها 8 جرامات تستعملوا دوسة شيء نغرب الفارينة بالباهي ونضيف كمية البوفريوة المرحية ثم نضيف البوفريوة المهاروشة على فكرة بالنسبة للكيكة هذيرة وتنجموا تعملوها بأي نوع فاكية تحبوا عليه هنتوما بالنسبة لاي عملت البوفريوة أو إلا البندق كما يسميوها في بعض البلدين العربية تنجموا انتوما تستعملوا الكيكوية تنجموا تستعملوا لوز الزوزة تستعملوا الحاجة اللي تحبوا عليها واللي تكون متوفرة عندكم كما تشوفوا ضفت البوفريوة اللي عندي بش نواصل معناه في التركيب المستمر حتى روين تحصلوا على قوام يكون متجانس معناه الكيكة متاعكم متبدا شكلية سيلة برشا تتشوفوا القوام اللي نتحصلوا عليه وهذه اخر حاجة زدتها زدت البوفريوة ديكا المدشة حصلوا كل عادة بش نخلط المكونات الكل بالباية مع بعضهم وفي الأثناء راني حالية الفورمتائي يخدم على 180 درجة انها الفقانية واللوتانية خليطه معناه يسخن بالباية بش كيف الكيكة متانة حتى تحضر ديراك نحطها في البلاتو متاع الفور ونحطها تتيب الوقت الكافي بالنسبة للمكونات اللي اعطيتهم لكم عملتهم معناه في المولة ذاية المدور كما الشكل معناه بتاع الفورمة والقطر متاعه 22 سانتي كما تشوف الكيكة متانة كما تشوفوا حتيتها في المول وبالنسبة للمول راني دهنتهم بشوية زبدة وفادينة بش من بعض الكيكة متانة تسهيل علينا في التنحية متاحة توقيت كما تشوف الكيكة متانة حضرت قعدت لي فضتها بضت 45 دقيقة ما شاء الله نحط لي فاسي الماء وكما تشوف الكيكة حصلوا عملتها ككيمة السوس متاع شوكولات خليطت شوكولات اوليزتها شوية بالكل حليب وشوية زبدة بش الشوكولات تبدأ تلمع ونضع الشوكولاتة مدير متاحة ونزينها بالبوفريوة بالنسبة للحاجة هذي حاجة اختيارية نجموا كما تعملوا السوسة متاع الشوكولات كما تنجموا تستغنوا عليها ودي الكيكم دينا حصيل وجات مشالة تعم 66 كيف خفيفة شوشة بالحق نسحكم كم بش تجاربوها كما تشوفوا دي الكيكم دي بعد مقاسيتها مشالة بالحق التسويرة وحدة تحكي على البنة اللي جات فيها جات خفيفة بنينة بالحق كلي دوب في الفم نسحكم كم بش تجاربوها وبش تبعثوا لي تطبيقاتكم على انستغرام تو خلي لكم الرابط في صندوق الوصف وتوم قليكم شكور لكم بسلامة في امان الله وشلام التقناة في وصفة اخرين